بعد ما صورت الفيديو على طول لقيت البيضة نزلتها دي اول حصا لو تحب القص ده بسم الله ما شاء الله نحاول كده نجيب الزكر بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشون عاملين اي رب تخنوا بخير معكم احوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتعريبات الحمام فيديو النهاردة فيديو تسليم حمام لحم شباب اول شغل طبعا حضراتكم عارفين ان انا بسيب حمام الشباب كده في الارض كل الحمام اللي في الارض ده حمام شباب لسه مشتغلش فاللي بيبدأ يشتغل بنسكنه في السلاكات طبعا كل واحد عايز حمام من السلاكة شغال متجرب قبل كده فالحمام اللي هو السيب ده لما ببيع اللي في السلاكات بسكن بكانه من الحمام الشباب اللي هو في الارض ده قعد حمام الشباب بسم الله من شاء الله كل فوق ده كل الحمام السايب ده حمام شباب هنبيع من السلكات الحمام اللي هو اشتغل طبعا الناس اللي مكلمان عايز اول شغله اه احنا بنعمل اه سكنا الحمام الشباب ده وبنستنى الحمام ده يحصي اه طبعا ده من الحمام الشباب القص ده برضه بنستنى ان هو يحص لسه محصاش خالص مقرب ان شاء الله الناس اللي هي طالبة يعني عشان ده الناس ما تتلقش ده واحد منهم وده كمان ده قص حصة اللي هو اه اللي طاحب النصيب طبعا اهو ان شاء الله اول شغله وجمعه كشفنا على البيض بتاعه عمران ما شاء الله لك وتقيل الله بالله اللهم صلع النبي يبقى ده واحد فيه كمان القص ده بننتظر ان هو يحصي طبعا مش بتاعه ده برضه بننتظر ان هو يحصي ايبقى اول شغله ان شاء الله في كمان القص ده اه النتا دي رأى دلوقتي ان هي هتحصي اول حصوها في حياتها ان شاء الله بازن الله ادي عليها حصوها دلوقتي هتبطها ان شاء الله احنا لستبدري اه طبعا من هنا قبل المغرب يعني اه تكون حصة ان شاء الله القص ده برضو بتاع الشتاري اللي هنسلمه كشفنا على الحصة بان هو مستعجل وقلت له ان هو لسه اه ما ظهرش البيض ان الحمد لله النهاردة ظهر البيض اه كشفت عليه ظهر شوف اغالي اه دي النهاردة البيضة دي خمستاشر خمسة تاريخها اهو تبقى التانية انا بكتبع البيضة الاولى بس يبقى البيضة التانية دي ما بكتبش عليها يعني معناها ان هي سبعتاشر خمسة بين الاولى والتانية يومين حاجة معروفة اه اللي هي خمستاشر خمسة ظهرت اوي واللي هي اه سبعتاشر خمسة يعني ايه اه بانت ان هي مخصبة لكن لسه ما بانيتش اوي بكرة تبانى اكتر وبعده تبانى اكتر لكن انت مستعجل انا حبيت اقول لك يعني ده القص التاني وده غالي القص اللي هو فوق ده خالص ده اهو برضو ده اول قص محص في التلاتة كلهم اول شغلهم اول مرة يحصهم في حياتهم اهم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ان شاء الله لأ الذكر ده انا اسف الذكر ده كان شغال قبل كده بس لكن المتاية دي جديدة المتاية دي اول شغلات برضو عشان اكون ايه صادق مع كنا كنت ملبسوا ديبلة هو عشان لابس ديبلة عشان ايه ابقى عارف رجل ريبلة حمرة ده الذكر شغال يعني مش كتير باين على شكله من على وش الذكرة ماشي المتاية لسه اول حصع حصع مخصص لو عايز الاصر الرابع ده اه هي هتحصي الوقتي ان شاء الله عليها بيضة انا شايفها دلوقتي فان شاء الله لو تحب تاخدها زي ما هي اكيدة ماشي ما تحبش اه برضو تحت عمرك اللي انت عايزه لو عايز تسيبها لما نكشفها على الحصع اه يكون احسن يعني. طيب المشتري اللي معانا كان طالب مننا ذكر فارغاني. في عجز في النوتي جامد. لكن في دخورة زيالة. لا الذكر موجود. انا اعطيه الذكر ده اللي هو معلمه من رأسه الذكر ده انا معلمه فرأسه. اه بالعلامة الحمرة دي. لاي هوش اكله الجوة النتاء اللي جانبهني. اكلهم كده خدوا بعض عالسايب كده. انا بس ايه افضي المكان في السلكات ان شاء الله واعمارها تاني للناس اللي هتطلب مني ان شاء الله. دي بادة الذكر اللي حضرتك عايزه ان شاء الله. شوف يا غالي القصة هوت بسم الله ما شاء الله حطت البيضة. اه بعد ما صورت الفيديو على طول لقيت البيضة منزلة تاني. دي اول حصع. لو تحب القص ده بسم الله ما شاء الله. نحاول كده نجيب الذكر. بسم الله يا ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله. طيب انت بتعمل ايه للحمام? وبتأكل الحمام ايه? انا بأكل الحمام الكلفة المتوزنة. اللي هسيب لك مكوناتها دلوقتي من فيديو عملته قبل كده عن مكونات الكلفة اللي انا ماشي عليها. ممكن هتقول له احد تاني بيأكل احسن. او اه ماناش دعو بحد. ده اللي انا ماشي عليها وماشي معها كويس. طيب ايه بقى المكونات بتاعتنا شو بقى اسيدة. يبقى خمسة كيلو اه دور حمام. اتنين ونص غلة. اتنين ونص دور اصفر. اتنين ونص دول غلة واتنين ونص دور اصفر علشان برضو توفر معك شوية. كيلو ونص فول في الحمام وكيلو ونص بسلة. البسلة الخضر دي ما تجيبش اللي هي النوع الاصفر. النوع الاخضر ده اللي هي المجفة برضو بس هي لونها اخضر كده. ده اللي احنا بنعمله للحمام. هتحب بنحط عليهم ايه بقى الاضافة? طبعا طول السنة ده ما تمنعوش ابدا. سيناقف وصفات السوديوم معلقة كبيرة معلقة اكل كبيرة على خمسة كيلو من الكلفة بتاعتنا. تمام? ده الحاجات اللي ما بنبطلهاش طول السنة طبعا لاكل ولا سيناقف وصفات السوديوم زائد اللي هو التحدي. التحدي اللي هو البلدي ده بيتبع تقريبا كيلو باتنين جنيه. عند اللي بيبيعوا متكلفة بتاعت الحمام. اهم شيء فيه العنصر الاساسي فيه اللي هو محار البحر او الكواكع اللي هي المطحونة او الصدف اللي هو المطحون ده. تسمي زي ما تسمي. اهم حاجة اللي هو في محار البحر ده. ده اللي هو التحديق ده ليه بقى? لان دا اللي بيكون الكلسم اللي بيحتاجه الحمام علشان البيض. جروفيت بلاس تلتة ايام في الشهر. صنتي واحد صنتي على لتر المية لمدة تلتة في الشهر زائد سيلينيوم اشتري سيلينيوم ازازة صبيرة زي كده. هتجيب حاجة زي كده مسلا انا بقى زي دي سيلينيوم لا الا بقى يعني ايه سيلينيوم مستورد تستخدمه واحد سنطي مدة تلات تيام. اه زائد ان انت برضو هتستخدم يعني مسلا دي تلات تيام وبعدها تلات تيام لكن مش وراء بعد مش لازم وراء بعد يعني تستنى اسبوعين وتأتي ايه? اه تلات ايام جورو فيت بلس. يبقى كده اه تلات ايام من ده وتلات ايام من التاني. حاول تفرق بينهم مسلا اسبوعين. اشترع بوة صغيرة اشترع بوة كبيرة اللي يكفيك يعني على حسب انت مربقة اه كل الحاجات دي بتتبعها بالصنط يا جماعة. ده اللي انا بعمله. لو في اي سؤال? عايز تسأله. انا ما بتأخرش على حد في الرد. برب على كل الاسئلة. اه وتحت امركم جميعا في اي سؤال. اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.